خلال كلمته أمام القمة العربية الصينية بالرياض الرئيس السيسي يدعو لوضع قضية الأمن المائي العربي على رأس أجندة عمل منتدى التعاون العربي الصيني أمام القمة الخليجية الصينية بالرياض الرئيس الصيني يتعهد بحفاظ على الأمن القومي للخليج وتعزيز التعاون مع دوله خاصة بمجال التاقة فوتين يتهم الغرب بتأجيد السراع الأوكراني وسلسلة العقوبات الأمريكية والأوروبية ضد موسكو تتواصل السادسة مساء بتوقيت القاهرة الرابعة بتوقيت جرينيتش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم حدث تاريخي تدشنه قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية عنوانها المصالح المتبادلة والشراكة الاستراتيجية بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي محاور عدة تحملها القمة الأولى من نوعيها بين دول العربية والصين وذلك في إطار الرؤية العربية لتنويع علاقاتها مع مختلف دول العالم لسيما القوى العظمى أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ما يجمع الشعوب العربية من روابط ممتد عبر التاريخ مع الصين منذ فجر التاريخ وأشار الرئيس السيسي في كلمته أمام القمة العربية الصينية إلى أن التعاون العربي الصيني تأسس على تعظيم المنفعة والمصالح المشتركة ومواجهة التحديات التنموية خذنا معا في التاريخ الحديث معارك متعددة من أجل التحرر والاستقلال السياسي ومن أجل التنمية وبناء الاقتصاد وما زالنا نعمل على إقرار نظام عالمي أكثر عدالة يتأسس على القيم الإنسانية وقواعد القانون الدولي وصولا إلى التعاون العربي الصيني المثمر من خلال المنتدى العربي الصيني وأهلياته المختلفة الذي يجمعنا اليوم ولقد تأسس التعاون العربي الصيني على تعظيم المفاع والمصالح المشتركة ومواجهة التحديات التنموية وتعزيز التعاون جنوب جنوب وتقديم أولويات حفظ الأمن والسلم الدوليين وصيانة النظام الدولي المرتكذ على مثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي واجهة حلول سياسية سلمية للأزمات الدولية والإقليمية واحترام خصوصية الشعوب وحقها في الاختيار دون وصاية أو تدخلات خارجية ورفض التسييس لقضايا حقوق الإنسان وتعزيز حوار الحضرات وتقارب الثقافات والتعاون في مواجهة تحديات التغير المناخي وتفشي الأوبئة وانتشار أساحة الضمار الشامل ومكافحة خطر الإرهاب والأفكار المتطرفة كلما وجدت وإنما كانت على تلك الأسس يكتسب اجتماعنا اليوم رمزية وأهمية خاصة لا سيما في هذا التوقيت الدقيق الذي يشهد متغيرات دولية وأزمات عالمية متعاقبة تلقي بتحديات بالغة الخطورة فأمام التحديات الجسام ترتفع أهمية استعاق كافة قدرات التعاون الكامنة بين الأزقاء والأشقاء لا سيما إذا كانت قائمة على أسس صلبة للتفاهم والتنسيق كتلك القائمة بين العالم العربي والصين هذا ولفت الرئيس عبدالفتح السيسي لأن خطر ما يواجه العالم وبخاصة الدول النمية اليوم هو أزمة الغذاء وتابعتها وهو ما يدفعنا لتوثيق الشرقة العربية الصينية في مواجهة هذا التحدي كما شدد الرئيس السيسي على ضرورة مطالبة المجتمع الدولي بتخفيف عبء الديون على الدول التي تعاني من ارتفاع فطورة استراد الغذاء والطاقة لعالم من أخطر ما يواجهه العالم بخاصة الدول النمية اليوم هو أزمة الغذاء وتابعتها وهو ما يدفعنا لتوثيق الشراكة العربية الصينية في مواجهة هذا التحدي عبر تعزيز أطر التعاون متعدد للأطراف لتطوير الاستجابة الدولية السريعة والفعالة لحاجات الدول النمية والعمل في إطار التعاون جنوب جنوب لتطوير الزراعة والصناعات الغذائية ونقل وتوطين تكنولوجيا وبناء القدرات وتحسين البنية التحتية في المناطق الريفية ونقل تكنولوجيا الزراعة ونظم الرأي الحديثة المستدامة ولقد أسقلت هذه الأزمات كذلك كهى الدولين وموزنتها الحكومية وهو ما يتطلب دفع المجتمع الدولي لتخفيف عبء الديون على الدول التي تعاني من ارتفاع فطورة استراد الغذاء والطاقة مع العمل على تعزيز تعاون النظام التجاري متعدد الأطراف القائم على القواعد وعادة سياغة أطر حوكمة الاقتصاد الدولي والمؤسسات المالية الدولية لتكون أكثر عدالة وشفافية فتشمل الجميع ولا تستبعد الدول النامية وتكون أكثر استجابة للتحديات التي تواجهها تلك الدول وأن يعاد تركيز مهمها على تحقيق أداف التنمية المستدامة وفي القلب منها القضاء على الفقر وأشار الرئيس السيسي إلى أنه رغم حالة الاستقطاب الدولي الحاد نجحت الرئاسة المصرية للقمة العالمية للمناخ قفة 27 في إقناع المجتمع الدولي بالتوصل إلى توافق حول عدد كبير من الأمور الحيوية على رأسها إنشاء صندوق الخسائر والأضرار هذا وأعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن ثقته في قدرة منتدى التعاون الصينية في ضمان تنفيذ التعهدات الدولية للمناخ ورغم التحديات العالمية التي أشرته لبعضها والاستقطاب الدولي الحاد نجحت الرئاسة المصرية للقمة العالمية للمناخ قفة 27 في إقناع المجتمع الدولي بالتوصل إلى توافق حول عدد كبير من الأمور الحيوية على رأسها إنشاء صندوق الخسار والأضرار والاتفاق على خطوات جادة لتفعيل وتنفيذ التعهدات الدولية الخاصة بالتمويل إضافة إلى إجراءات التكيف والتخفيف وذلك على نحو المتوازن وأنني أثق في أن تعاوننا جميعا طوال فترة رئاسة المصرية سواء ثنائيا أو من خلال منتدى التعاون العربي الصيني سيكفر تنفيذ التعهدات الدولية الخاصة بالبناء وعلى رأسها تلك المتعلقة بالتمويل من جانب الدول المتقدمة كما أكد الرئيس عبدالفتاح سيسي في كلمته أمام القمة العربية الصينية على أن أفاق التعاون العربي الصيني وفرص تطويره لا تقتصر فقط على الشق الاقتصادي والتنموي بل تمتد إلى الأفاق السياسية والثقافية وأضاف الرئيس سيسي أن هذا تقارب في الرؤى يشجع على المزيد من التنصيق إزاء مختلف القضايا الدولية والإقليمية وإن أفاق التعاون العربي الصيني وفرص تطويره لا تقتصر فقط على الشق الاقتصادي والتنموي بل تمتد إلى الأفاق السياسية والثقافية فقد كانت السياسات الصينية المتوازنة تجاه مختلف القضايا العربية بشكل عام وتجاه القضايا الفلسطينية بشكل خاص ودعم الجانب الصيني للحق الفلسطيني المشروع في إقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية محل تقدير واحترام بالغين في العالم العربي ولقد بدلت الدول العربية تلك البواقف الصينية المتزنة والدعمة بمواقف مساندة للصين ومتفاهمة لقضاياها وشواغلها وإن هذا التقارب في الرؤى والمنطلقات يشجعنا على المزيد من التنصيق إزاء مختلف القضايا الدولية والإقليمية ذات الأولوية لكل منها واستناداً على قاعدة احترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية يمكننا التعاون لبحث سبل معالجة الأزمات في سوريا وليبيا واليمن وغيرها من الملفات وفي مواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وإنهاء معاناة الشعوب وإحلال الأمن والسلام وتقديم أوليات التنمية على الصراع والتنازع أنه بهذا التاريخ الفريد الذي تميز به التواصل العربي الصيني الإنساني والحضاري الضافق فكل ثقة أن انعقاد قمتنا سيُعتي دفعة ملموسة للتعاون العرب الصيني بكافة صوره مشاهدين أهلا بكم من جديد أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته أمام القمة العربية الصينية أن قضية الأمن الألمائي العربي وما تفرضه من مخاطر ترقى إلى حد التهديدات الوجودية وجدد الرئيس السيسي الدعوة لإثيوبيا إلى الإنخراط بحسن النية الواجب مع نصر والسودان لتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم اسمحوا لي أن أعيد التأكيد مرة أخرى على قضية أثق أنها تعرقنا جميعا لما تحمله من قيود على التنمية وتفرضه من مخاطر ترقى إلى حد التهديدات الوجودية ألا وهي قضية الأمن المائي العربي وأنني لهذا أدعو إلى وضع هذه المسألة على رأس أولويات تعاوننا المستقبلي ضمن منتدى التعاون العربي الصيني وبحس كيفية التعاون لمواجهة هذا التحدي بمختلف الأدوات التكنولوجية والاقتصادية والسياسية كما أنني أود أن أجدد الدعوة للأشقاء في السيوبيا إلى الانخراط بحسن النية الواجب مع مصر والسودان للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يؤمن للأجيال الحالية والمستقبلية حقها في التنمية ويجنبها ما يهدد استقرارها وأمنها وسأل مدار موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 بداية مهمة استثنائية في مسيرة الشراكة الاستراتيجية بين الدول العربية والصين ما هي العوامل لنجاح هذه الشراكة من وجهة نظرك؟ اشتركوا في القناة 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 الماضيين بأهمية خاصة ضمن أجندة الدبلوماسية العربية الجماعية وصار الارتقاء بالعلاقات أحد البنود التي تعرض باستمرار على جدوى الأعمال مجلس جامعة الدول العربية كما يؤكد المجلس دوماً على حرص الدول العربية على تعزيز تلك العلاقات مع الصين في مختلف المجالات صحيح أن الدول العربية تتمتع فرادة بأفضل العلاقات مع الصين إلا أن الجهد المبزول لتطوير العلاقات بشكل جماعي كما نفعل اليوم من خلال هذه القمة يأخذ العلاقات بين الجانبين إلى مستوى أبعد وأعمق إن الصين تعد اليوم الشريك التجاري الأكبر للعالم العربي ولا تقتصر العلاقات بين الجانبين على الاقتصاد والتجارة بل هي تقف على قاعدة صلبة من الطلاق الثقافي والإنساني بين نظامين حضاريين يضرب كل منهما بجزوري في أعماق التاريخ أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على بدل المزيد من الجهد للدفع قدما بأطر التعاون مع تونس على شتى الأصعدة جاء ذلك خلال لقائه الرئيس التونسي قيس سعيد بالعاصمة السعودية الرياضة وفي لقاء آخر مع رئيس مجلس السيادة الانتقالية السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان شدد الرئيس السيسي على ثبات موقف مصر من الحفاظ على أمن واستقرار السودان والحرص الدائم على دعم السودان إقليميا ودوليا في إطار العلاقات الأخوية المتينة والأزلية بين مصر والسودان في اليوم الثاني من زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة السعودية الرياض لحضور القمة العربية الصينية للتعاون والتنمية بالرياض التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس التونسي قيس سعيد بالعاصمة الرياض المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس أشاد بتميز العلاقات الثنائية الأخوية بين مصر وتونس متمنيا سيادته كل التوفيق والنجاح للسلطة التنفيذية بتونس تحت قيادة الرئيس قيس سعيد في إدارة الدولة خلال هذا المنعطف المهم من تاريخ الشعب التونسي الشقيق كما التقى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس السيادة الانتقالي السوداني بالعاصمة الرياض اللقاء شهد تبدل وجهة النظر بين الجانبين حول مجمل العلاقات الثنائية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين في كافة المجالات بما يسهم في معالج التحديات المشتركة وتعميخ آفاق التعاون وتسريع وتيرة التنمية حرست المملكة على عقد هذه القمم لإيمانها بأهمية تعزيز العلاقات وتنمية الشراكات مع الدول المؤثرة كجمهورية الصين الشعبية لخدمة أهداف دولنا وحماية مصالحها تعد هذه القمم نقطة انطلاقة جديدة للشراكة بين دولنا وجمهورية الصين الشعبية لتحقيق التنمية المشتركة ودفعة قوية لتعزيز علاقات الصداقة الراسخة التي تربط دول المنطقة بجمهورية الصين الشعبية شهادة القمة السعودية الصينية عقد جلسة مباحثات بين القيادة الرشيدة حفية الضداء وفخامة الرئيس الصيني ركزت على تعزيز الشراكة التاريخية والاستراتيجية المتميزة بين البلدين واستثمار إمكاناتها السياسية والاقتصادية في خدمة مصادعهم المشتركة وتعزيز الجهود القائمة من خلال اللجنة السعودية الصينية المشتركة رفيعة المستوى وتكثيف التواصل بين القطاعين الحكومي والخاصي في البلدين لبحث الفرص التجارية والاستثمارية وترجمتها لشراكة ملموسة وتضمنت المناقشات خطة الموائمة بين رؤية المملكة 20-30 ومبادرة الحزام والطريق واتفقنا على أهمية تسريع وتيرة الموائمة بين مشاريعها في البلد وتعميق التعاون العملي بين الجانبين في مجالات الاقتصاد والتجارة والنقل والبنية التحتية والطاقة بما يحقق المنفعة المتبادلة والتنمية المشتركة وشهدت القمة توقيع وثيقة الشراكة الاستراتيجية بين المملكة والصين وعدد من التفاقيات ومذكرات التفاهم التي تهدف الارتقاء بالعلاقات إلى آفاق أوسان وفيما يتعلق بالقمة الخليجية الصينية أكدنا على السعي المشترك لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين الصين ودول الخليج واعتبدنا خطة العمل المشتركة 20-23-20-27 وتطرقت نقاشاتنا إلى استمرار العمل من أجل التوصل لاتفاق للتجارة الحرة بين الصين ودول المجلس وشكلت القمة العربية الصينية فرصة لتثمين الروابط التاريخية والتفاعلات الثرية بين حضاراتنا العريقتين والتشاول حول سبل تحقيق السلام والتنمية في المنطقة كما أكدنا من خلال القمة على دعمنا لمبادرة المجتمع العربي الصيني المستقبل المشترك نحو العاصر الجديد وللدور الهام لمنتدى التعاون العربي الصيني في تعزيز التعاون الجماعي بين الصين والدول العربية والآن أعطي الكلمة لمعالي الأخ أمين الجامعة العربية شكراً شكراً صاحب السمو أولاً ينبغي أن نوجه الشكر إلى خدم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود ملك المملكة العربية السعودية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس مجلسه الزراء حقيقة كان هناك ضيافة رائعة تنظيم رائع ونتائج يعني بالغة الأهمية أهم شيء في كل هذا الزخم اللي احنا شفناه النهاردة أو اللي شاهدناه النهاردة هو التفاهم العربي الصيني على ثلاث وثائق رئيسية ثلاث وثائق رئيسية إعلان الرياض وده إعلان سياسي يتضمن الرؤى المشتركة بين الجانبين هي للقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك مقدمة هذه القضايا القضية الفلسطينية وقضايا كثيرة أخرى في إعلان الرياض ولكن أيضا كان هناك وثيقة الخطوط العريضة لخطة التعاون الشامل بين جمهورية الصين الشعبية والدول العربية وهي تتضمن أوجه التعاون العملي بين الجانبين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأي شيء تفكر فيه أي شيء تفكر فيه حتى تلاقيها موجودة في هذه الوثيقة وبعدين الوثيقة الثالثة والأخيرة تعميق الشراكة الاستراتيجية العربية الصينية من أجل السلام والتنمية وهي وثيقة تؤكد على الارتقاء بالتعاون بين الجانبين العربي والصيني إلى أفاق أرحب على المستوى الصيني ومستوى منتدى التعاون العربي الصيني الأمل أن نستمر في هذا الإقاع في تنفيذ ومتابعة هذه الوثيقة وأن يستمر المنتدى يُعقد بالتبادل بين الصين والدول العربية سواء على المستوى الوزاري أو على مستوى القمة كأمين عامل الجامعة العربية أتصور أن هناك حاليا عشرين مجال تُعقد الإجتماعات بشكل دوري وبما يكشف عن علاقة متطورة يعني هناك منتديات عربية مع الكثير من الأطراف الدولية هناك الاتحاد الأوروبي هناك أمريكا اللاتينية هناك الهند هناك روسيا هناك اليابان ولكن المنتدى الصيني العربي تقدم الحقيقة بالغ التطور فهو ده اللي نحب بس أضيفه شكرا جزيلا مع عليك وأنتهز هذه الفرصة لتعبير عن جزيل شكرنا لما قمتم به شخصيا وفريقكم في الأمانة من حسن تنظيم وترتيب وإعداد لهذه القمة العربية الصينية فلكم الشكر والآن أعطي الكلمة لمعالي أمين عام مجلس تعالي الخليجي فلتفضل شكرا سمو الوزير وشكرا مع الأمين العام جمد والعربية وسعد الله مساءكم جميعا ورحب فيكم في هذا المؤتمر الصحفي في اختتام هذا اليوم الطويل وهذه القمم الكثيرة التي احتفنتها الرياض والتي تعكس المكانة الأقليمية والدولية للمملكة العربية السعودية وهذا الحشد الكبير والذي وجد اليوم فرصة لطرح كثير من الموضوعات وتبادل لا راحة ولا مجمل القضايا ولعلي في هذه العجالة أعرج على أهم ما صدر عن المجلس الأعلى لما يستعامل من دول الخليجي العربية في دورته الثالثة والأربعين حيث رحب المجلس الأعلى باعتزام المملكة العربية السعودية على تقديم المرحلة الثانية من رؤية خادم الحرمين الشريفين لتعزيز العمل الخليجي المشرك المرحلة الأولى قدمت وتم إقرارها في 2016 الآن المرحلة الثانية إن شاء الله ستقدم وهي استكمال الرؤية في مرحلتها الأولى والتي بلا شك تحرك كثير من الملفات المتعلقة في التكامل الخليجي في المجلات الاقتصادية والتنموية كما اعتمد المقام المجلس الأعلى نظام تنظيم صناعي الموحد لدول مجلس تعاون والقانون الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس تعاون وقانون إدارة الموارد الوراثية النباتية الأقضية والزراع الموحد لدول مجلس تعاون وكذلك بارك إطلاق مبادرة مصانع المستقبل كما اعتمد الإطار العام الخطة الاستراتيجية للتعاون الإعلامي المشترك لدول الخليج وميثاق المحافظة على التراث العمراني والإطار العام الاستراتيجية الخليجية للسياحة 2023-2030 جملة من القوانين التي أقرها وباركها مقام المجلس الأعلى اليوم والتي كلها تتمحور في تحقيق بعض المسهدفات رؤية خادم الحرمين الشريفين في مرحلتها الأولى والتي بلا شك تسعى إلى تحقيق التكامل الخليجي في مجاله الأوسع أكد المجلس الأعلى على أهمية مبادرة الشرق الأوسط الأخضر وبالتأكيد دعم مبادرة السعودية الخضراء وهي مساهمة كبيرة من دول المجلس والمبادرات التي طلقتها المملكة العربية السعودية لدعم وتعزيز الجهود الدولية في مواجهة تحديات التغير المناخي طبعا البيان نشر ووزع وطبعا كثير من الموضوعات بس أتعرج على أهم ما ورد فيها في ما يتعلق في بيان قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية والتي جاءت كأول قمة خليجية صينية تعكس هذه العلاقات التاريخية الكبيرة بين دول مجلس تعاون والصين كون الصين هو الشريك التجاري الأول لدول مجلس تعاون رقم التجارة البينية والتبادل التجاري بين دول مجلس تعاون وجمهورية الصين في العام 2021 بلق 228 مليار دولار أمريكي هناك رقبة كبيرة من الجانبين نحو دفع هذا التعاون إلى مجالات أرحب كان هناك تأكيد على أهمية تعزيز التعاون هذا انعكس في خطة العمل المشتركة الفترة القادمة 2023-2027 والتي تناولت 15 مجال من مجالات التعاون المشترك بين دول مجلس تعاون والصين الصين ثاني أكبر اقتصاد هناك اهتمام كبير في دفع هذه العلاقات مع الصين هناك رقبة في استكمال مفاوضات تجارة الحرة مع جمهورية الصين وهناك مجالات كثيرة تم تطرق لها في خطة العمل المشتركة التي يقرت اليوم والتي سنعمل إن شاء الله على متابعة فرق العمل كل في اختصاصه لتحقيق المأمول من هذه الخطة شكراً ناسم ولكنك شكراً جزيلاً معاليك وأيضاً انتهز هذه الفرصة لشكر معاليكم وفرق العمل في الأمانة لكل ما قدمتموه لترتيب هذه القمتين الهمتين كما أريد انتهز هذه الفرصة لتقديم شكر خاص لما قدمتموه خلال مسيرتكم أميناً عاماً لمجلس التعاون وكنتم حقيقة أميناً بمعنى الكلمة وقدمتم الكثير وبدون كلل أو ملل لتعزيز مسيرة العمل الخليجي مشترك فشكراً جزيلاً لكم معاليكم شكراً شكراً نعطي المايك لقناة القاهرة الأخبارية في الصف الأول هنا إذا ممكن توجه فيه أمل الحناوي قناة القاهرة الأخبارية سؤالي لمعالي وزير الخارجية السعودي كيف يمكن للتعاون العربي الصيني أن يقدم إسهاماً في حل عدد من الأزمات الدولية الرهنة والتي أصبحت تعاني منها شعوب العالم أجمع وفي مقدمتها أزمات الغذاء والطاقة أيضاً وقعتم شراكة استراتيجية مع الصين الكثير يتساءل عن طبيعة هذه الشراكة وما هي مكاسب المملكة منها سؤالي أيضاً الثاني للأمين العام للمجلس التعاون الخليجي كيف يساهم التقارب مع الصين في دعم أمن واستقرار منطقة الخليج العربي أيضاً سؤال أخير معالي الأمين العام سيد أحمد أبو الغيت تحدثتم عن القضية الفلسطينية هناك تصعيد ميداني في الضفة من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي وهناك أيضاً حكومة يمينية يجري تشكيلها برئاسة نتانياهو ما العمل المطلوب من المجتمع الدولي للحيلولة دون تفجير الأوضاع في الأراضي الفلسطينية شكراً شكراً جزيلاً لا شك أن التعاون بين مجموعة بوزن وثقل وحجم المجموعة الدول العربية جامعة الدول العربية والصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم من شأنها أن يساهم في معالدة كثير من التحديات سواء تحديات تخصنا أو تحديات في العالم أوساء ولنا في العالم العربي بحكم أننا جميعاً دول نامية اهتمام كبير وتركيز عالي باهتمامات العالم النامي والصين كذلك لها اهتمام بهذا الجانب والتعاون بيننا واستكشاف فرص التنصيق ومعالجة هذه التحديات بجمع موالدنا وليس فقط حقيقةً مع الصين نشاهد الجامعة العربية والمجموعة الدول العربية تحرص على مد اليد للجميع والتعاون مع الجميع لكن لا شك أن التعاون مع الصين بحجمها وثقلها مهم للغاية وسيساعد في معالجة هذه التحديات بالنسبة للشراكة الاستراتيجية السعودية الصينية مهمة للغاية الصين هي الاقتصاد الثاني في العالم الممكة العبورية السعودية هي الاقتصاد الخامس عشر في العالم الممكة العبورية السعودية اقتصادها هذه السنة هو الاقتصاد الأسرع نمواً في العالم ويتوقع أن يكون الأسرع نمو في الجي تونتي لبغة سنوات نتوقع أن نصل إلى أرقام متازة وقوية في النمو الاقتصادي لهذه السنة وهذا يعجل الفرص المتاحة للطرفين من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية كبرى المملكة العربية السعودية بموقعها الاستراتيجي المتوسط بين الغرب والشرق تتيح لجمهورية الصين الفرصة لبناء الجسور بين الجانبين الكوكب وأيضا الاستفادة من القدرات اللوجستية الكبرى التي تبنى في ظل الرئاية عشرون ثلاثون ومشروع كبرى الموجود عندنا في نفس الوقت الاقتصاد الصيني بالنسبة لنا هو أهم سوق الشريك التجاري الأول بالنسبة لمكعب السعودية وتعزيز هذه الشراكة وبحث عن تطويرها إلى رحاءة إلى أفق أوسع من مجرد تبادل التجاري التقليدي بالتعاون التقني وبنقل التقنيات وبالاستثمار المتجه للاتجاهين كل هذا سيعزز من فرص النمو للبلدين ويعطينا الفرصة لاستشاك ليس فقط ما ينفعنا لكن ينفع منطقتين أعطيت كلمة الآن أولا لمعاليك وتما لمعاليك شكرا سمو الأمير لا أتصور أن مسألة الإدانة وإدانة التصرفات الإسرائيلية اليوم أصبحت كافية وبالتالي المطلوب عدة محاور للعمل فيما يتعلق به الجمعية العامة في الأمم المتحدة يجب أن نتحرك وبسرعة أمام الجمعية العامة نطالب بالعدوية الكاملة لفلسطين في عدوية الأمم المتحدة لأنه لا يكفي للمجتمع الدولي أنه يؤيد الفلسطينيين فقط فلتسمح لهم بالكلوس كدولة دائمة موجودة في الأمم المتحدة هذا مطلب المطلب الآخر أتصور أنه مهم جدا الإسراع بالحصول على الرأي الاستشاري من محكمة العدل الدولية فيما يتعلق به وضعية التواجد الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية الفلسطينيين يقولون أنه احتلال ويجب أن ينتهي وبالتالي على محكمة العدل الدولية أن تقول رأيها ورأي بأسرع وقت ممكن حاجة الثالثة أنه يجب أن من يؤيد إسرائيل أو يزعم أنه يتفهم المواقف الإسرائيلية أنه يحذر الجانب الإسرائيلي أو هذه الحكومة عند تشكيلها لأنه المعروف أنه رئيس الحكومة المرشح طلب 14 يوما إضافية للاستمرار في السعي لتشكيل هذه الحكومة تحذير الحكومة من أصدقائها أمر مطلوب جدا تصدي المجتمع الدولي لأي أفعال إسرائيلية أمر مطلوب جدا وحدة العمل الفلسطيني يجب أنه يسرع الفلسطينيين بتوعيد مواقفهم ولا يسمحوا بأنه إسرائيل تستغل هذا الانقسام في الزعم أنه مفيش شريك عربي استمعنا اليوم للرئيس أبو مازم يقول أنه لا يوجد شريك إسرائيلي وفعلا لا يوجد شريك إسرائيلي لأنه لا يرغب فيه فالمطلوب حركة وحركة سريعة وحركة مستمرة ومطلوب من هؤلاء الذين يتحدثون عما يسمى القيم القيم أنهم يساووا في مواقفهم من كل هذه القيم بمعنى عدم جواز احتلال الأراضي بالقوة لا يمكن أن يطبق في فضاء أو مساحة من الأرض ولا يطبق في مساحة أخرى وهكذا شكرا 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 السؤال كان كيف يساهم التقارب مع الصين في دعم أمن والاستقرار منطقة الخليج العربية لعل أنا أؤكد في هذه الجزئية بأن مجلس التعاون منذ إنشاءه كان دائما حريص على أن يكون ركيز الأمن والاستقرار في المنطقة أمن واستقرار منطقة الخليج مهم جدا لأمن واستقرار العالم وبالتالي التواصل مع الصين هو امتداد لتواصل تم مع كثير من دول العالم وكثير من المجموعات في دول العالم من يلاحظ ويتابع الحراك الكبير الذي شهدت عواصم دول مجلس التعاون في الفترة الأخيرة كثير من رؤساء الدول كثير من رؤساء الحكومات رؤساء منظمات رؤساء هيئات وزراء قادة فعاليات كبيرة تعقد في هذه المنطقة مبادرات نوعية تطلق من هذه المنطقة كلها تهدف إلى تقريب وجهات نظر أثنين أن يكون العالم مدرك لأهمية العمل الجماعي لتعزيز الأمن والاستقرار وهذا هو ما قدمه مجلس التعاون وهذا ما هو يؤمن به مجلس التعاون دائما هو شريك في تعزيز الأمن والاستقرار هو شريك في التنمية وبالتالي وجود الرئيس الصيني اليوم في هذا الاجتماع المهم في هذا التوقيت المهم هو يعكس المكان التي تحققت سهل الله الحمد لمنظومة مجلس التعاون كشريك موثوق في الساحة الدولية وأيضا شريك يتمتع بمصداقية عالية ويسعى إلى تحقيق الأمن والاستقرار وفي نفس الوقت يدفع في جهود التنمية المستدامة لتعاون الفائدة على الجميع شكرا السؤال الثاني وكالة شينخوا للأنباء شكرا جزيلا على الفلسطة النادرة والسلام عليكم أعجب دعا من وكالة أنباء شينخوا وكالة أنباء غسمية في الصيني فما رأيكم ففي رأيكم ما هي الحوافز الجريدة التي ستقادمها هذه القمام بين الصين ودول الخريج والدول العربية الأخرى لتعزيز العلاقات والتعاون بين الصين والدول العربية شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا ويمكن العنوان الرئيس هو التعاون والتنمية للقمتين الخريجية الصينية والعربية الصينية وكان هناك تركيز كبير على أن يكون هناك مخرجات نوعية تدعم هذه المسيرة وكان هناك مخرجات تركز على المجال التنمية الاقتصادية ورفع مستوى التبادل التجاري لكن أيضا في مجالات التعليم وفي مجالات الثقافة وفي مجالات شتى لتعزيز التعاون والتنسيق بين مجموعتين مجموعة الخليج العربي ومجموعة العربية الأوسع وجمهورية الصين الشعبية وهذه المجموعتين بحكم حجمهما وفي المقابل الصين بحجمها توليد وتعزيز التعاون بينهما هذا ممكن لكل الطرفين يعطينا فرص لتعزيز إمكانياتنا لاستغلالها بشكل أقوى وأيضا استكشاف مزيد من الفرص لا أدري لو تسمح لي اسمه الأمير وسيقة الخطوط العريضة لخطة التعاون الشامل بين الدول العربية وجمهورية الصين اللي يقراها وأنا عادت أراها لفترة طويلة يشوف كسافة النشاط القادم وبشكل ممكن يتوه يعني المجال السياسي آه مفهوم لكن أمسك بقى المجالات الأخرى الاقتصاد والتجارة والاستثمار والمال التفعيل الكامل لدور الليجانة الاقتصادية زيادة الاستثمارات المباشرة تعزيز التعاون السنائي والمتعدد الأطراف في إطار نظام التجارة المتعدد موصلة تعزيز التعاون في الطاقة الأنتاجية ده في التجارة بس امسك الملكية الفكرية موصلة تعزيز التعاون في مجالات الاعتراف المتبادل بالمقيس والضرائب والملكية الفكرية تعزيز التعاون مع الإدارة الوطنية الصينية للملكية الطاقة التعاون في مجال النفط والغاز التعاون في مجال الطاقة النظيفة التعاون في مجال استخدامات السنمية للطاقة الزرية الإسكان والتنمية الحضرية والنقل وغيرها من البنية التحتية الزراعة المياه الاقتصاد الرقمي والابتكار في الفضاء تعميق التعاون في إطار التجارة الإلكترونية حاجة كسيفة جدا 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 السياحة البيئة والمناخ اللي يشوف تعميق الشراكة الاستراتيجية يلاقي محاور أخرى في الوثيقة التانية وبالتالي امدادات الطاقة والممرات البحرية أهمية الحفاظ على الأمن المائي للدول العربية شيء كسيف للغاية حقيقة ويسري هذه العلاقة نعطي القناة الشرق محمد البيشي من قناة الشرق سؤالي سموه الوزير الخارجية سموه الوزير أعلنت السعودية عن شراكة استراتيجية شاملة مع الصين هل يجب علينا اعتبار أن ذلك كما تشير بعض التقارير على حساب العلاقة التاريخية مع الولايات المتحدة الأمريكية وكيف يمكن المواعمة في العلاقة بين قطبين متنافسين مثل بكين وواشنطن من جانب سؤالي آخر إذا سمحت لي نفت واشنطن البيت لا بيضي اليوم أي وساطة سعودية إماراتية بشأن الإفراج عن المحتجزة الأمريكية في روسيا هل من تعليق؟ شكرا سموه الأمير شكرا في البداية المملكة العربية السعودية لا تتعامل بالمسارات الواحدة نحن نؤمن بحجم المملكة العربية السعودية كأحدى دول مجموعة العشرين وكالاقتصاد الخامس عشر في العالم واقتصاد نامي بسرعة أننا لابدنا نكون متفتحين على التعاون مع الجميع ولا شك أن التعاون مع الاقتصاد الثاني في العالم أساس ضروري لاستمرار مسيرة التمنية في الموقع العربية السعودية لكن هنا لا يعني أننا لا نزال نسعى للتعاون مع الاقتصاد الأول في العالم ولا يعني أننا لا نسعى للتعاون مع كافة الاقتصادات الكبرى وغيرها في العالم التعاون وتعدد الأطراف والتعاون مع الأطراف العديدة هو ما سوف ينقلنا في المملكة عرب السعودية لكن ينقل العالم كله إلى مرحلة جديدة من النمو ومن الرفاهية ولا نستطيع أن نبني هذا النمو و هذا الرفاهية باستبعاد فرص من طرف أو آخر فلا بد أن نكون متفتحين على التعاون مع الجميع وهذه فلسفة المملكة عرب السعودية أن نتعاون مع الجميع لتحقيق البصالح المشتركة والشراكة الاستراتيجية السعودية الصينية لها عوامل مهمة وواعدة وتدعم مسيرة التنمية في المملكة العربية السعودية وتدعم كذلك التنمية في الصين وفي المنطقة وكذلك عندنا شراكة استراتيجية قائمة مع الولايات المتحدة الأمريكية كما عندنا شراكة استراتيجية قائمة مع الهند ومع اليابان مع فرنسا مع بريطانيا مع ألمانيا كل هذه شراكات رسميا عندنا شراكات استراتيجية ولجان تتابع العمل مع كل هذه الدول لماذا؟ لأن الاقتصاد السعودي في مرحلة توسع كبير ونحتاج كل هذه الشراكات ونحتاج كل هذا التعاون لنستطيع أن نحقق مستهدافاتنا في نفس الوقت نطمح أن نستطيع الاستفادة من هذا الانفتاح على كافة الأطراف في دعم مسيرة التنمية ليس فقط في المملكة لكن في جوارنا وفي منطقتنا وفي العالم نحن نرى أن التنافس جيد لكن الدخول في الاستخطاب سلبي للغاية سلبي للغاية ليس فقط للطرفين التي قد ينساكون في هذا الاستخطاب لكن سلبي للاقتصاد العالمي وسلبي للسلم والأمن العالمي ندعو دائما إلى استكشاف فرص التعاون وفرص إذا كان لابد فتنافس تنافس شريف لكن لا نؤمن أبدا بالاستخطاب أو الاختيار بين طرفين وآخر بالنسبة للوساطة يعني كل أستطيع أقوله أن مطلع على جهود سمو سيدي والعهد في الوساطة وقد نجح في مرحلة سابقة في العملية المعروفة التي تفرج عن عشرة ومطلع على جهود سموه الشخصية فيما يتعلق بلاعبة السلة الأخيرة هذه وانخراطه وتدخله الشخصي لتيسير هذا الإفراج أما ما يقول الآخرون فلا أستطيع أن أعلق عليه دات المايك للفينانشال تائمز الفينانشال تائمز هنا ترجمة نانسي قنقر 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 أرجوك أن تكمبي قد عدل تجربة والعرب بالتعامل في الوطفل لجال المستخدمي كما تتحقبل تجربة البروطفل الصادق والعرب بالتعامل في الوطفل بالتعامل الغامل أعتقد أنني قرأت في المقابل في المقابل التقنية لتقنية التقنية لديه مرة أخرى سوف أكبر أن أعطيك أن هناك أن هناك في بعض الأمور هناك أيضاً in Artificial Intelligence, in Space, Exploration of Space, Artificial Satellites, Cooperation in Artificial Satellites and Desertification. الكثير من الكثير من الأشياء. نحن نريد أن نريد هذا الكثير من الأشياء. لماذا؟ لأنها توجد الكثير من الأشياء والأشياء التي ستركها للعرب وكينها لتعاملها. نعطي المايك إلى جلوبال تايمز صف الأول. نعم. تابعنا مشاهدين البيان الختامي للقمة العربية الصينية التي عقدت اليوم في العاصمة السعودية رياض وأعقبه مؤتمر صحفي لسيد أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية والأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي وأمين عام مجلس التعاون الخليجي حيث أكدت الكلمات على حرص الدول العربية على توطيد العلاقات مع الصين. ومع التأكيد على أن التعاون في المجال الاقتصادي في الفترة القادمة سيشهد طفرة كبيرة. وأيضا التأكيد على أن التعاون مع كافة القوى الدولية مستمر بين الدول العربية دون الدخول في استقطاب لأي منها. القمة العربية الصينية تعقد في العاصمة السعودية رياض خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج إلى المملكة العربية السعودية. نتابع نشرتنا حيث عقدت فعالية القمة الخليجية الصينية بمملكة العربية السعودية بمشاركة زعماء وقادة دول الخليج. قد توصت ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الصيني شي جين بينج قبيل بداية الجلسة صورة تذكرية مع قادة وزعماء دول الخليج. من جهة أخرى أكد الرئيس الصيني شي جين بينج أن بلاده ستواصل دعمها الثابت لأمن دول الخليج. وستواصل استيراد النفط بكميات كبيرة من دول الخليج. وفي كلمة له أثناء انطلاق القمة الخليجية الصينية من الرياض. ثمن الرئيس الصيني جهود السعودية لاستضافة أول قمة خليجية صينية. معضحا أن مجلس التعاون الخليجية نجح في تخطي التحديات العالمية مشيرا لأن الدول الخليجية والصين يمكنها تحقيق التكامل الاقتصادي والصناعي. يشيد الجانب الصيني إشادة عالية بما بذلته دول مجلس تعاون الخليجي من الجهود ليصبح المجلس أكثر منظمة إقليمية حيوية في الشرق الأوسط والخليج من خلال التماسك بالتقوية الذات عبر تدامن في وجه التحولات العالمية والتحقيق نمو اقتصادي رغم التداعيات الناجمة عن الجائحة والعمل على دفع بإيجاد حلول سياسية لقضايا ساخنة والشائكة في المنطقة من المتلوب ونحن نقف عند مفترقة ترغة لتاريخ أن نتوارث تقاليد الصداقة بين الصين ومجلس تعاون الخليجي ونصري المقاومات الاستراتيجية للعلاقات الصينية الخليجية في الدوء وإقام علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الصين ومجلس تعاون الخليجي عاد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامى عسكر إلى أرض الوطن بعد انتهاء زيارته الرسمية إلى جمهورية بوروندي ترأس خلالها مع رئيس قوات الدفاع الوطني البوروندي الفريق أول برايم نيونجابو الجلسة الختمية للاجتماع الثاني للجنة العسكرية المصرية البوروندية أسفرت اجتماعات اللجنة عن التوافق على تطوير أوجه التعاون العسكري في مجالات التدريب والتأهيل ونقل الخبرات ورفع القدرات العسكرية للجاش البوروندي لمواجهة تحديات الأمن القومي وتحقيق المصالح المشترقة للدول حوض النيل عاد إلى أرض الوطن الفريق أسامى عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وذلك بعد انتهاء زيارته رسمية إلى جمهورية بوروندي ترأس خلالها مع الفريق أول بريم نيونجابو رئيس قوات الدفاع الوطني البوروندي الجلسة الختمية للاجتماع الثاني للجنة العسكرية المصرية البوروندية وأسفرت اجتماعات اللجنة عن التوافق على تطوير أوجه التعاون العسكري في مجالات التدريب والتأهيل ونقل الخبرات ورفع القدرات العسكرية للجيش البوروندي لمواجهة تحديات الأمن القومي وتحقيق المصالح المشتركة لدول حوض النيل وكان الفريق أسامى عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد أجريت له مراسم استقبال رسمية أعقبها لقاء الفريق أول بريم نيونجابو رئيس قوات الدفاع الوطني البوروندي الذي أشاد بجهود أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة بين الجانبين وما توصلت إليه من نتائج تصب في مصلحة البلدين وقواتهم المسلحة والأمن والاستقرار الإقليمي كما التقى الفريق أسامى عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالسيد آلان تيربرت موتابازي وزير الدفاع البوروندي الذي أكد خلال اللقاء على تبادل الرؤى حول تطورات الأوضاع والتحديات التي تواجه الأمن القومية في المنطقة والدعم المصري للقوات المسلحة البوروندية والعمل المشترك لمواجهة تلك التحديات لتحقيق الاستقرار في المنطقة وأكد الفريق أسامى عسكر على عمق الروابط الراصخة التي تجمع البلدين الصديقين معربا عن اعتزازه وتطلعه أن تشهد المرحلة القادمة مزيدا من التعاون المشترك في العديد من المجالات بين القوات المسلحة لكل البلدين في إطار الاهتمام الذي توليه وزارة الداخلية لأسر الشهداء نظمت الوزارة احتفالات لتكريم المتفوقين دراسيا من أبناء الشهداء في مختلف المراحل الدراسية تقديرا وعرفانا للتضحيات التي قدمها أباؤهم لتحقيق أمن واستقرار الوطن وقد عبر أسر الشهداء عن شكرهم للقيادة السياسية ووزارة الداخلية على الاهتمام والدعم والمساندة المقدمة لهم والتي تعكس التقدير الكبير لأرواح الشهداء كل التحية وكل المحبة وكل الاحترام وكل التقدير لأرواح شهداءنا والمصابين والأسرهم وإحنا دينا نسعيكم أبناء في تقليد سنوي تحرص وزارة الداخلية على استمراره تقليدا لذكرى الشهداء نظامت وزارة الداخلية احتفالات لتكريم أبناء الشهداء من المتفوقين دراسيا في مختلف المراحل الدراسية والتي تأتي في إطار الدعم المعنوي والاجتماعي الذي تقدمه الوزارة لأسر الشهداء والاهتمام بهم تقديرا لأرواح الشهداء الذين سطروا بدمائهم استقرار وأمن الوطن منح أبناء الشهداء المتفوقين كؤوس التفوق وشهادات التقدير وسط مشاعر من الفخر بتضحيات آبائهم الشهداء والاهتمام والرعاية التي تحيد بهم في كل مكان والتقدير الكبير من القيادة السياسية للشهداء وأسرهم وزارة الداخلية ورئيس عبدالفتاح السيسي مهتمين جدا بينا عمرهم ما نسيونا أبدا وكرمونا أنا اتكرمت في عدادي وفي سنوية عامة ودلوقتي بتخرج من جامعة وكرموني برضو ففي حاجة حلوة قوية إن احنا دايما حاسين في ناس في ظهرنا ومشكر وزارة الداخلية على التكريم ده وإنهم مهتمين بينا دايما ودايما في التكريم ودايما الرئيس عبدالفتاح السيسي بيذكر الشهداء في المؤتمرات اشتغل على نفسي عشان نبقى حاجة زي باب الله يرحمه ولما يجي حد يسأل هو ده ابن مين ده ابن الشهيد من قد محمد زين أنا عرفت بتسمعني متابعني بشكر وزارة الداخلية عن ميغود العزيم وكل أب وكل ضابطينا قبلنا وكل وصل الشهداء كلنا واحد وبشكر كل واحد بيعمل في ميغود العزيم ده وبشكر وزارة الداخلية على التكريم ده وفرحانة جدا حاجة جميلة جدا يعني أننا أطلع من الأوائل وكذا أتمنى أنه يبقى موجود معي عشان نسوفني في المكان دي أحب أشكر الأب الروحي الرئيس عبدالفتاح السيسي أنه هو دائما 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 بدعم أبناء أسر الشهداء وبيدينا دافع أن احنا نتفاوق كثير من فضا وشهدت الاحتفالات حضور عدد من قيادات وزارة التربية والتعليم والفنانين والإعلاميين الذين أبدوا سعادة كبيرة لوجودهم وسط هذه الكوكبة من أسر وأبناء الشهداء الناس اللي طاحت ديت تطحيتها ما رحيتش هباء ولادها ما تنسوش ولادها لسه معانا ولادها في أحضان بلدهم أنتوا بتكملوا مسيرة أبهاتكم بالتفوق اللي بيحصل ده وربنا ينجحهم دايما وفخورة بأمهاتهم بصراحة جدا جدا بالجد أنا بحس أنها لمسة وفاق رائعة من مزارة الداخلية لأبنائها وقد إيه تأثيره بيبقى إيجابي على أبناء الشهداء وعلى زوجاتهم وعلى أمهاتهم وعلى أخواتهم هاليكم شرفونا وشرفين البلد وأنتوا بتشرفونا بتفوقكم بالدراسي وأكيد هم فرحانين بيكم وطيرين بيكم بالنسبالي يعني حاجة كبيرة أنه الدولة تبقى مهتمة جدا بأولاد متفوقين لأسر الشهداء وحاجة بتحسسهم أنه هم لأ يعني أنتوا في عينينا ومهتمين بيكم الأب سيرت سيرته كانت نظيفة وحلوة وكللها بالشهادة في سبيل وطنه ابنه بياخد من بعده بيقول لنا أنا كمان متفوق عمرنا ما حننساكم وحنفضل إن شاء الله طول عمرنا الدولة تدعم أبناء شهداءها وربنا هيكرم كده ونشوفهم أعظم وعظماء أنتوا اللي هتكملوا بنا الوطن وانتوا اللي هتبقوا حجر الأساس دايما يا رب من نجاح لنجاح ودايما متفوقين وان شاء الله اللي جاي في حياتكم أحلى ومستقبلكم جميل والشهداء في الجنة وانتوا تبقوا فخورين انتوا أولاد الشهداء وأقول تحية مصر هذا التكريم لأبناء الشهداء هو امتداد لتكريم آبائهم الذين ضحوا بأرواحهم فداء لأمن الوطن واستقراره ويعكس الدعم المتواصل الذي تقدمه وزارة الداخلية لأسر الشهداء فصبرهم وتحملهم لا يقل بأي حال عن تضحيات الشهداء اهتمام واضح توليه القيادة السياسية وكذا وزارة الداخلية لأسر الشهداء هؤلاء الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل استقرار هذا الوطن من خلال تكريم مستمر لأبناء الشهداء لمساعدتهم على الاستمرار في التفوق وهو ما يؤكد دائما اهتمام الدولة بهذه الأسر عبدالله بركات التلفزيون المصري تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتبعة أسعار السلع الستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 650 قضية تموينية مستندية وعينية بمضوطات بلغت 772 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجالي حجب السلع الستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم دبط أكثر من 104 أطن وفي مجالي حجب الأرز الشعير والأرز الأبيض والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض تم دبط قرابة 638 طن وفي مجالي عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية فتم دبط أكثر من 30 طن وفي مجالي قضايا المخابز تم دبط 909 قضايا من بينها 264 قضية خبز ناقص الوزن و255 قضية خبز غير مطابق للمواصفات عودة لنشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي في الرياض حيث التقى الرئيس السيسي مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز السعود ولي عهد المملكة العربية السعودية وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن سمو الأمير محمد بن سلمان رحب بزيارة السيد الرئيس إلى الرياض مؤكدا اعتزاز السعودية بمسيرة العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين وما يجمعهما من مصير مشترك ومستقبل واحد وحرص السعودية على دعم أطر التعاون الثنائي على مختلف الأصعيدة مع الإشادة بالجهود المصرية المساهمة في إنجاح القمة العربية الصينية الأولى ومن جانبه أعرب الرئيس السيسي عن تقديره لحفاوة الاستقبال مؤكدا سيادته أهمية اللقاء مع ولي العهد السعودية لا سيما في ظل هذا التوقيت الدقيق الذي يشهد العديد من التطورات المتلاحقة على الصعيدين الإقليمي والدولي ومعربا عن الاعتزاز والمودة التي تكونها مصر قيادة وشعبا للسعودية وللأواصر التاريخية الوثيقة التي تجمع بين البلدين مع التأكيد على أهمية استمرار وطيرة التشاور والتنسيق الدوري والمكثف بينهما حول القضايا محال الاهتمام المشترك على أعلى مستوى بما يعكس التزام البلدين بتعميق العلاقات الاستراتيجية الراسخة بينهما ويعزز من وحدة الصف العربي والإسلامي المشترك في مواجهة مختلف التحديات التي تتعرض لها المنطقة في الوقت الراهن وذكر المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية أن المباحثات تناولت سبل تعزيز مختلف جوانب العلاقات التنائية بين البلدين لسيما على الصعيدين الاقتصادي والاستثمارية وتتشين المزيد من المشروعات المشتركة في ضوء ما يتوافر لدى الجانبين من فرص استثمارية واعدة فضلا عن الاستغلال الأمثل لجميع المجالات المتاحة للتعزيز التكامل بينهما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه سيكون من الضروري في نهاية المطاف فالتوصل إلى اتفاق لإنهاء النزاع في أوكرانيا وعلى هامش قمة إقليمية في قرغزستان اتهم بوتين دول الغرب بتأديل الصراع في أوكرانيا مجددا التأكيد على استعداد روسيا وانفتاحها على التوصل إلى اتفاق لإنهاء النزاع في أوكرانيا لكنه أعرب عن شكوكه في الثقة التي يمكن أن تمنحها موسكو لمحاورها تستعد الولايات المتحدة لإرسال حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 275 مليون دولار إلى أوكرانيا تتيح لها قدرات جديدة لهزيمة طائرات المسيرة وتعزيز دفعاتها الجوية يأتي ذلك في وقت ذكر فيه مسؤولون أن الولايات المتحدة تسعى لفرض عقوبات جديدة على روسيا والصين تشمل معاقبة موسكو على استخدامها طائرات مسيرة خلال عملياتها العسكرية في أوكرانيا وصلنا مشاهدين وإياكم إلى نهاية النشر لا يتبقى بها سوى التفكير بأبرز أخبارها موسيقى خلال كلمتها أمام القمة العربية الصينية برياض الرئيس سيسي يدعو لوضع قضية الأمن المائي العربي على رأس أجندة عمل منتدى التعاون العربي الصينية موسيقى أمام القمة الخليجية الصينية برياض الرئيس الصيني يتعهد بالحفاظ على الأمن القومي للخليج وتعزيز التعاون مع دوله خاصة في مجال الطاقة موسيقى بوتن يتهم الغربة بتأجيج الصراع الأوكراني وسلسلة العقبات الأمريكية والأوروبية ضد موسكو تتواصل موسيقى 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 مشاهدين وصلنا إلى ختم هذه الجولة الإخبارية من التلفزيون المصري نشكركم على طيب المتابعة شكرا للمتابعة ودومتم في أمان الله موسيقى موسيقى